السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد لبسيمي من موقع إلكتروني وأنا أعتذر عن الغيبة الطويلة جداً لظروف خاصة لكن اليوم نرجع لكم فيديو جديد ونستعرض لكم هاتف يمكن تشوفون دعاياتها الحين يمكن في الإترنت تشوفونها في الشارع في التلفزيون جوال جديد من شركة واوي التوى صادر في السوق والشركة ناوية أنها تحقق نجاح كبير فيه في السعودية سواء الخليج وسواء الشرق الأوسط بشكل عام الجوال اسمه واوي Ascend B6 النسخة اللي باللون الأبيض قدامنا موجودة الجهاز متوفر بثلاثة ألوان أسود ووردي وأيضاً الأبيض اللي أمامنا طبعاً الجهاز هذا إش اللي يميزه مثلاً كبداية يعني ليش جوال متوسط مثل هذا ممكن نعجب فيه بهذا الشكل الجوال طبعاً من الفئة المتوسطة اللي يسأل الفئة المتوسطة اللي هي تكون سعرها متوسط ويحاولون أنه يزنون فيها يعني صناعة الهاتف والمواصفات بحيث أنه سعره ما يطلع غالي للمنطقة أو المرحلة اللي توصل فيها أسعار الهواتف مثل HZ1 مثلاً ب2700 أو 2600 والهواتف اللي يسمونها هاير انت يعني فهذا الجوال جوال متوسط سعره 1500 ريال طيب لكن بالأمانة أول شيء بنلاحظة لما نمسكه أنه مظهره أبداً مو مظهر جوال متوسط الجوال جداً جداً أنيق ومصنوع من خامة ممتازة ويشبه إلى حد ما في تفاصيل كثيرة تصميم الآيفون خصوصاً من الجانب هنا عندنا زي ما نقول أطراف معدنية هنا متشبه اللي موجودة في الآيفون لكن بشكل عام إذا تمسك الجوال ما يشبه الآيفون كثير على الطبيعة من خلف الظهر أبيض سطح أبيض بسيط جداً فيه شعار واوي هنا فيه هنا سماعات للسبيكر تحت وفوق الكاميرا والجوال إذا لاحظوا طبعاً من الجنب الجوال زي ما تقول واوي أنحف جوال موجود في السوق السمك حقه 6.18 مليمتر طبعاً عشان أنا بتكلم عن بعض المواصفات وأنا أسرح عن الجهاز لكن فيه وصلة تحت في الدسكريبشن موجود فيها المواصفات كاملة للجهاز هذا وأيضاً المراجعات طبعاً الجوال باستثناء الشكل طبعاً الشكل زي ما قلنا الشكل أنيق جداً ورائع وتصميم الجوال بالكامل يعني يجبك فعلاً فيه مزايا موجودة فيه ما نشوفها بالعادة بالجوالات الثانية واحد منها الكاميرا الأمامية للجهاز دقتها 5 ميجابيكسل بالعادة الكاميرات الأمامية تكون 2-2 ميجابيكسل كذا في الحدود هذه حذو حطوا فيه 5 ميجابيكسل عشان اكتشفوا کہ الناس تحبوا تصور نفسها كثير سواء يعني الواحد يكون طالع ما معاحد يحب يصور نفسها أو مثلاً يحب يسوي مكالمات فيديو فالكاميرا اللي موجودة فيه 5 ميجابيكسل أمامية للي يحب دقة أكثر في التصوير لما يصور بالكاميرا الأمامية ويكون ما معاحد ما احتران الكاميرا الخلفية 8 ميجابيكسل التصوير بشكل عام بالجهاز يعني تصوير عادي ما هو يعني المميز ولا هو يعني متوسط يقدر تقول عنه يعني طيب اش عندنا نداخل الجهاز نفسه طيب معالج 40 نواة يعني مواصفات تقريبا تشبه مواصفات الأجهزة اللي نزلت سنة الماضية زي جالكسي اس 3 لكن حتى مع نحف الجهاز وكل شيء يعني ما ضحه بشاة كثيرة مثلا الجهاز فيه 2 جيجا بايت رام المساحة التخزينية اللي في الداخل قليلة 8 جيجا مقارنة بجوالات ثانية لكن نقدر نزيدها عن طريق عندنا هنا شوف من الجانب هذا فيه فتحتين فتحت الشريحة طبعا وفتحت المايكرو مايكرو استي كارد بحث اللي بيزيد الذاكرة زيادة تقدر تحط كرت الى 32 جيجا طبعا هنا في الجهة هذه ما في شيء الا فتحت سماعات الرأس طبعا هنا فيه غطة غريب عليها وهذا الغطة باختصار شديد هو دبوس دبوس بسيط عشان تفتح فيه الفتحات الثانية اللي على الجنب هنا اللي هي الاسدي كارد والشريحة فهذا هو دبوس هم شي اللي يضع منك إذا حبيت تستخدمونا طيب ننتقل للبرمجيات أو واجهة الجهاز الجهاز يستخدم نظام اندرويد 4.2.2 مع واجهة ايموشن يو اي ايموشن يو اي واجهة خاصة من واوي تستخدمها في جوالها وطبعا يمكن نقدر نشوف هنا ان عندنا بعض الايقونات شكلها يعني مختلف وهذه الايقونات الخاصة بالجهاز نفسه طبعا مثلا ممكن واحد يقول انه ما عجبني هذا الشسمه التصميم نقدر نروح هنا فوق الى شيء اسمه themes من فوق آسف من هنا themes طيب والثيمز نقدر نختار فيها اكثر من شكل مختلف تصاميم جاهزة من قبل مع اصوات وخلفيات وايقونات مختلفة للأسف احنا نشوف فوق هنا مكتوب لوكل اذا تبين معاكم المفروض انه يطلع لي خيار اونلاين و لوكل بحيث اني اقدر انزل خيارات اضافية لثيمز فيه ثيمز مرة حلوة بس ما ادري ليش واوي ما اتاحت الثيمز هذي موجودة عندنا طبعا يمكنكم لاحظتوا اني موجود في الشاشة الرئيسية ورحت يسار وصار قدامي لسة البرامج او التطبيقات ايش السبب في هذا السبب ان واوي تستخدم طريقة معينة نلاحظ هنا انه في زر هوم في اللواجهة الرئيسية وما في زر يوديني على التطبيقات التطبيقات تقدر تروح لها عن طريق انك تلف يسار كده وتمشي تكمل هنا التطبيقات راح تكون ااسف على اليمين هذه حركة تشبه اللي شفناها في البلاك بيري بلاك بيري 10 نظام تشغيل بلاك بيري 10 الحركة يعني انا اشوفها بس يحتاج تعود بسيط وهي مريحة فعلا واذا تبي يعني زي ما قلنا اشياء اضافية نقدر نروح يسار عندنا هنا نحط مثلا انا حاطت تطبيقات هذه هنا انا نقلتها بنفسي فممكن تحط اي شيء يعني في الواجهة طبعا هذا واحد من الاشياء اللي موجودة في الجهاز او من خصائصه طبعا عندنا هنا برضو اللي هي الـ Notification Area خاصة بالجهاز نقدر طبعا نخصصها هنا مثلا عندنا مجموعة ايقونات نحط مور نقدر نضيف ايقونات اضافية تخلينا يعني نتحكم بالجهاز بشكل سريع واحد من الاشياء اللي موجودة في الجهاز مسبقا او من جزء من الـ Emotion والجهة Emotion اللي من واوي اللي هو الـ Profiles الـ Profiles باختصار شديد عندنا اربع خيارات Normal, Sleep, Meeting, Outdoor يعني فيها اعدادات مسبقة موجودة مثلا مثلا الـ Outdoor يعني لو طلعنا بره اوكي البيت فيه شمس راح يرفع لك الـ Brightness هو على الأخير لما تختار هذا الـ Profiles مثلا عندك في Sleep راح يخلي لك مثلا يقفل لك المكالمات عشان إذا رن الجوال ما تسمعه مثلا ويقومك من النوم فتصميما الجهاز جميل من بره الجهاز جميل من الداخل يعني اذا بنتكلم عن الواجهة نفسها هواوي والقوائم والطريقة اللي معرضة فيها يعني حلوة صراحة الـ 4 نواقلنا و 2 جيجابايت كيف الأداء حق الجهاز؟ الأداء حق الجهاز ممتاز لا حد يتصور يعني أنه يكون جدا جدا فد زي ما يقولون أو يعني ما بتشوف فيه زي تعليقات بسيطة أو شيء ممكن تشوف لكن بشكل عام جدا مرضي جدا يعني رائع لا ننسى نحن نتكلم عن جوال 1500 ريال سعره يعني الجوال من الفئة المتوسطة بس إنه فاجأناه فعلا ممكن بعد نشغل عليه مثلا أن نجرب نشغل عليه لعبة عشان نشوف مثلا كيف يشتغل حلوة بالشاشة هذي أنه زوايا الشاشة مثل ما قلنا قبل يعني صارت كيف خنقول يعني صارت زي الأمولاد يعني تقدر تشوف الجهاز ممكن نلفه كذا بزاوية ولازلت تشوف الصورة بشكل كويس فهذه اللعباء السريع أكيد أني لازم ألعب فيها عشان نشوف شغالة بشكل حلو والشاشة جميلة صراحة يعني للألعاب بسبب الألوان ودقتها وكذا فهذه هي 4.7 أنش فهذا برضو يعني أنها ما هي كبيرة زي الجوالات الأخيرة اللي 5 أنش وزيادة لو مسكتها بيد وحدة تقدر تستخدمها بشكل ما يعني بشكل حلو مو زي الآيفون أكيد لكن يعني على الأقل يقدر أصبعك يوصل لأماكن أبعد من الشاشات اللي أكبر من كذا 5 أنش وطالع اللي قاعدين نشوفها هذه الأيام فهذا هو الواوي بي سيكس بشكل عام وبشكل بسيط كاختصار تصميم جميل جدا واجهة حلوة مواصفات يعني ممتازة مقبولة جدا 2 جيجا بايت الكاميرا الأمامية يتميز فيها ويتميز بأنه أنحف هاتف طيب لكن في بعض الأشياء اللي ضايقتنا مثلا لازم نتكلم عنها برضو أنه مثل البروفايل اللي قلنا عنه فوق اللي يغير مثلا يحط عدادات مسبقة موجود أربع خيارات بس أنا ما أقدر أختار الخيارات إضافية مثلا عندي ونفس الشي قلنا الثيمس اللي موجودة لما قلنا نبي نغير الثيمس حق الجهاز عشان نغير الشكل الواجهة والخلفيات وإلى آخره صحيح أنك تقدر تسوي كستوميز تحت وتحط لي تبي لكن وين الخيارات اللي موجودة أونلاين في دول ثانية الليش موجودة أو متاحة عندنا ما أعرف للحين يمكن هذا شيء بتعد لواوي مستقبلا طبعا في براوزر خاص بالجهاز من واوي نفسها لكن أيضا أنا حمل تكروم أو هو لقيته صراحة محمل مسبقا في الجهاز فإذا أنت تدور عن جوال أندرويد أداءة ممتازة شكلة أنيق جدا يعني تقدر تشيله معك وتكشخ فيه على قراتهم ما يحتاج أنك تسلحي منه أو واحد يشوف ويقول معك جوال رخيص وبنفس الوقت ميزانيتك محدودة 1500 ريال تقدر تحصل الواوي بي 6 إن شاء الله يكون عجبكم لاستعراض أي أسئلة إضافية إذا ما لقيتوها في المراجعة اللي موجودة على موقع الإلكتروني خبروني فيها إن شاء الله وأنا أجاوبكم وطبع لا تنسون صار عندنا حين حساب في إنستجرام ويلا يتتابعونا أنا أحط لكم الوصلة في الدسكريبشن في يوتيوب أو في المقالة نفسها في الموقع الإلكتروني يعطيكم العافية وشكرا على المتابعة وكان معاكم محمد البسيمي